بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق سياسي استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددا لوحدة وأمن واستقرار البلاد ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر عشرين واحد عشرين مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستشعارا للمسؤوليات الوطنية عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا وتجنبا لانزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء واللجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقا على الآتي أولا التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق ثانيا يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدى حزب المؤتمر الوطني المحلول ثالثا يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنقراط رابعا أن يكون مجلس السيادة الانتقال مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة ثمانية من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي خامسا ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة سادسا إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية والإجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية سابعا التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء تظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجنات للمحاكمة ثامنا تنفيذ اتفاق سلام جبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام تاسعا الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى اتباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة عاشرا ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري 11 يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة مع رفضها بالكوادر الموهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا 12 إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين 13 العمل على بناء جيش قومي موحد 14 بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الآن مع فقرة التوقيع على هذا الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحضور الكريم الآن مع كلمة الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيد نائب رئيس المجلس أعضاء المجلس قيادات العمل التنفيذي والشعبي والسياسي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المجد والخلود لشهداء الصورة السودانية وشهداء صورة ديسمبر المجيدة الذين جعلوا هذا ممكن أنا دايرا أبدأ بأنه أقول هذا السودان محروس ومحمي وكل ما وصلنا لنقطة اللاعودة بنقدر كسودانيين ترجع بلدنا في الإطار الصحيح أجمل ما تحقق في تاريخ السودان بعد الاستغلال عندما تداعينا وتوحدنا بهذه الوحدة أنجزنا أكتوبر 64 أبريل 85 وديسمبر 2018 أنا عندما قبلت تكليف رئيس الوزراء الانتغالي كنت أعلم تماما أن الطريق ليس محفوفا بالورود وطريق صعب ولا يسير في خاطر مستقيم محفوف بالمخاطر لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نمرق ببلدنا لبرى الأمان خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن أنا لن أمل تكرار مقولة خلونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يفتح الباب واسع لمعالجة كل قضايا الانتغال وتحدياته بكل تأكيد السنتين الفاتوا في هذه الشراكة أنجزنا فيها الكثير فكالعزلة الدولية خروج السودان من غير الدولة الراعي للإرهاب الاقتصاد السلام هذه إنجازات كبيرة جدا لكن تظل هناك تحديات كبيرة جدا بتواجهنا بالإرادة الموحدة نحن قادرين على تزليل فينا نمشي فيها مع بعض وأنا بوقع على هذا الاتفاق باهتدي بأربع أشياء أساسية الأول نحن دارين نحقن دماء السودانين أن عارف شبابنا عندهم القدرة على التضحي والصمود وتجديم الغالي والنفيس لكن الدم السوداني غالي خلينا نحقن هذا الدم ونوفر طاقات هذا الشباب للبناء والتعمير هذا الاتفاق يساعد على فك الاختناق نتمنى فك الاختناق الداخلي والخارجي ونستعيد مسار الانتقال لتحقيق ديمقراطية مستدامة في بلدنا أيضا هذا الاتفاق يتيح إمكانية لأننا نقدر نحافظ على مكتسبات السنتين الماضيتين كان في السلام أو في الاقتصاد دي مسألة مهمة جدا لازم نخدها نصب عيوننا باستمرار أيضا هذا الاتفاق سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي وده بيتم بتوسيع قاعدة الانتقال نحن محتاجين بدل ما تضيق هذه المسألة خلونا ما نضيق الواسع خلونا نمشي بإننا نقدر نوحد كل قوى شعبنا الحية للمحافظة على هذا البلد وبناء نظام ديمقراطي راسخ مستدام مرة أخرى شكرا جزيلا أنا متأكد هذا الانجاز تم نتيجة لعمل ظل متواصل في خلال الثلاث أربع سابيع الماضية من الحادبين على هذا الوطن ومن الأصدقاء والأشقاء والشركاء في محيطنا الأغليمي والدولي نشكر كل من ساهم في ذلك وأنا على استعداد في أننا يعني نشتغل مع بعض عشان نمشي ببلدنا دي قدام شكرا جزيلا من أن بلدنا تكون محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن مع كلمة الفريق هو الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الحمد لله الصلاة والسلام ورحمة الله أحييكم أخوتي وأحبتي بكل بقاع السودان تحية تستحقونها وأنتم دوما تضربون أروع الأمثال في التضحي وفي نكرى نزال لكم التحية وأنتم تقدسون سورتكم لكم التحية وأنتم تدافعون عنها هذا الموقف الذي نقفه اليوم هو واحد من خطوط الدفاع عن السورة سورة ديسمبر المجيدة التحية لكل من قدم من أجل هذه السورة التحية لكل الإخوة السودانيين الوطنيين الذين وقفوا معنا منذ نشوء أو منذ نشوء الخلافة الواضح بيننا وبين القوى السياسية نحن كنا عايشين في أزمة لفترة طويلة الحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا العناء السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيال الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة الحدثت في أبريل 2019 نحن نشكر الجهد السوداني الخالص الذي قدمه كل أبنائنا كل إخواننا وكل أعمامنا فهنا نظل متوافقين نظل متحدين مهما حدث بيننا من خلاف تعودنا دائما أننا نحن كسودانيين نحي المشاكل نبرانا وهذا الحل وهذا الجود قاموا به إخوة أعزاء ظلوا على سهر وعلى تواصل منذ فترة طويلة ليست بالجديدة ليست بعد يوم 25 لكن من قبل يوم 25 نحن لدينا شهور كنا ندور في فلك كان بعض إخوتنا يزعون بيننا للتقارب والتواصل ومن بين الذين كانوا يزعون لهذا التواصل الآخر الدكتور عبدالله حمدوك سعى بكل جيد وبكل جيد وبإخلاص أن نصل إلى توافق ولكن لم نتمكن من رسول إلى ذلك هذا الانسداد كما تلي في الوسيقة حتى ما علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وعادة النظر في ما تم وما سيتم في المستقبل حقيقة أنا بشكر الدكتور عبدالله حمدوك شكر خاص أنه ظل دائما في محل ثقتنا وظل دائما في محل تغديرنا واحترامنا نعلم حج التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف حتى أننا نحقن دماء ابناء الشعب السوداني وحتى أننا نحن نحافظ على الفترة الانتقالية التي يحلم الشعب السوداني بأنها ستنقل هذه الدولة وستنقل الشعب السوداني إلى أمانيه وإحلامه في إقامة دولة الحرية والسلام والعدالة تحية خاصة للناس الذين كانوا مسهرين لأننا نحن يمكن خمسة أو ستة يوم في ناس بذل وجود كبير جدا في أننا نحن نوصل لهذا الموقف أخوص بالشكر أسمحوا لي أن أشكر أخونا عبد الرحيم عبد الرحيم حمدان وإخوة كسر كان لهم الدور في أننا نحن نصل ونصل لتوافق نفتكر أنه كفيل بأنه يأسس لنا تأسيس حقيقي لإكمال الفترة الانتقالية كل الحادبين على مصلحته أن نستكمل المسار اللي بدناه ونصل في النهاية لانتخابات حرة نزيهة ما فيها كنكشة زي ما الناس بيقولوا كلنا نسعى في أن المزألة تمشي بالطريقة السلسة الآمنة المأمونة اللي بتخلينا نحن عندنا حافظين مصداقيتنا للشعب السوداني وحافظين كلمتنا للشعب السوداني نكرر شكر نتاني لأخواننا البزل وهذا الجود وشكر خاص للدكتور عبدالله حمدوك ونحن نفتكر أنه هو أصلا ما كان بعيد مننا طيلة فترة التفاوض وأصلا الاتصال بيننا ما نقطع وظل صابر وصامد وصبر معنا وصمد معنا لغاية ما وصلنا لهذه اللحظة تحياتنا له وتحياتنا لكل الشعب السوداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا